الكثير من التجار في موقع إيبي لا يعرفون أن 90% من المشتريين في الموقع قبل أن يشتروا أي منتج يتفقدوا أولا الفيدباكس للتاجر ومعدلها الإجابي وفي هذا الفيديو سأشرح عن أهمية برنامج الفيدباكس وما هو تأثيره على مبيعاتنا مرحبا أنا رد عازم من كامبوست أكاديمي يعتبر معدل الفيدباكس الخاص بك عن سمعتك بالموقع فكلما ارتفع معدل الفيدباكس الخاص بك على موقع إيبي كلما ازادت ثقة المشتريين بك وكلما زادت ثقتهم ستزيد الاحتمال شراء المنتج منك إضافة إلى ذلك معدل الفيدباكس الخاص بك ومن إحدى العوامل الأساسية لمكانة ظهور صفحة مبيعاتك في نتائج البحث عامل آخر متعلق في موضوع الفيدباكس هو تقييم المبيعات للتاجر والذي يسمى بـ Detail Serial Rating أو باختصار DSR من خلاله إيبي تعطي الإمكانية للمشتريين بتقييم البائعين يحتوي الـ DSR على أربع فئات مع تصنيفات تتروح من واحد إلى خمسة نجوم واحد هي الأدنى والخامس هي الأعلى وأيضا لها تأثير مباشر على تصنيف الحساب في نتائج البحث وهي مكونة من وصف المنتج، التواصل، أوقات الشحن، وتكلفة الشحن هذه هي أربع العوامل لذلك عليكم دائما تحسين هذه الأداء خلال عملكم لزيادة عدد الفيدباكس الخاصة لحسابكم أنصحكم إرسال لزبائنكم رسالة بعد مرور على الأقل أسبوعين من شحن المنتج إليهم لتتطمنوا أن المنتج قد وصل إليهم وإذا يوجد أي شيء يمكنكم المساعدة به وأن يترك لكم فيدباكس أيضا الزبائن تقدر التجار الذين يهتموا بهم وعادة سيكتبوا فيدباك لكم أنصحكم الحفاظ على معدل الفيدباكس الإجابي الخاص بكم على الأقل 99% وأن لا تحصلوا على فيدباكس سلبي بأي ثمن أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحتوا في إضافة معلومات مفيدة لكم أيضا لكل الأشخاص المعنية في بدء البيع في موقع إيبي جهزت لكم سلسلة فيديوهات تدريبية ومجانية تساعدكم على بدء البيع في موقع إيبي كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو وكتابة تفاصيلك وسأرسل لك الفيديوهات لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيبي وأمازون أتمنى لكم النجاح بمشروعكم سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو